السلام عليكم اخباركم يا جماعة معاكم علي من يورك نهاردة وصفتنا مش عادية الوصفة بتاعتنا هيلة مشروبنا ده مشروب مش عادي ادقي جميل جدا 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 ومغزي وكل طاقة وعضلات كمان يعني هتبقي مبسوطة قوي وانت بتشرب المشروب بتاعك انت والولاد وكمان غير مكلف خالص وبسيط جدا جدا تتخيلي ان المشروب ده معمول بحاجة احنا مبنهتمش بيها نهائي مع انها متواجدة عندنا وسعرها مش غالي تخيلوا المشروب ده معمول بايه بصوا شكل الطبقات فيها عاملة ازاي غير ريحة لكانت مليا المكان وعجبني جدا التقديم اللي قدمته بيه يعني حاجة جميلة شئ بسيط قدمته بطريقة حلوة اوي 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 الطريقة هايلة والشكل هايل والريحة كانت كانت عاملة ازاي معطر جوا المكان حقيقي تبارك الله اذا كنت تعملو وتسيبو لي رأيكم في كومنتات لانه جميل جدا هنستخدم معانا زفدة الفول السوداني او السوداني المطحون لازم يبقى بودر المتواجدة عندك استخدمي وهنستخدم الشكلة شيبس او الكاكاو انا هستخدم هنا الهاف الهاف واللبن العادي تقدار يستخدم عن الهاف الهاف لو مش عندك وتستخدم اللبن العادي اي نوع من اللبن اللي انت بتحبيه اشتغل فانالي وهستخدم العصر الميكونات سهلة مجرد شوية سوداني ازا كانوا مطحونين او اللي هي زبط السوداني وشكلة شيبس مفيش شكلة شيبس استبتليه بالكاكاو وحليب قد ايه سهلة بسيطة وهنستخدم بسيط جدا جدا من الفاناليا لان احنا هنوزع المشروب على جزئين هنقول مش هنسبة احداث الوصفة هنشتغل حاجة حاجة هاغد الحليب اوديه على البتوجاز دفت على هاف الهاف والحليب العادي وزي ما قلنا قبل كده تقدر تستبدلي ده باي حليب اي حليب انت بتحبيه استخدميه وديته على البتوجاز وهو على البتوجاز بيسخد انا هعمل الكريمة اللي مش حبيب كريمة ما يحطهاش بس انا حبها عشان كده عملتها هاغد شوية من الهاف كريم وهاشتغل كده مش محتاجة اي حاجة ولا مضرب ولا اي شي بس اللي مش عايز يعمل زي ويستخدم المضرب برضو براحتو انا عايز اقولكو في النهاية ان الوصفة سهلة بسيطة بتجهز في اقلي من خمس دقائق تعملي كمية من المشروب الهايل ده هنا بعد ما عملت الكريمة هوزحها على جزئين هاخد جزء اسيبه سادة خلي بالكو انا ما دفتش عليها اي حاجة ولا سكر ولا عسل ولا اي حاجة الكريمة سادة الجزء التاني من الكريمة هنزل عليها بمعلقة من السوداني المطحون وهدوبهم مع بعض السوداني ده غير محلة عشان برضو تبقوا معي وعارفين فهدوب ده ما ده هاديني في النهاية شكل حلو ريحة حلوة طعم جميل جدا 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 اللي مش حابب الخطوة دي ما يعملهاش ممكن تحطي السوداني وما تحطيش الكريمة السوداني وما تحطيش الكريمة التانية لو انت عاوزة كده وزي ما قلت التاني الكريمة بتاعت السوداني ما فيهاش سكر هنا بعد ما اللبن سخن اللي هو الحليب هنزل عليه بالكريمة بتاعت السوداني ما فيش سكر تاني نعمله كرر وهقلبهم اتأكد ان انا خليته ملتي كله دمع بعضه الكريمة مع الحليب وهنزل بقى عسل بسيط هحطي العسل اللي يناسبني انا اللي انا بحبه يعني اللي احس ان انا تزوقته بقى انت تحطي بدي نسبك معلقة اثنين تلاتة انت برحتك عارفة انت بتحبي ايه انا بحب العسل بتاعي اول الحاجة بتاعتي تبقى مزبوطة سكر بتاعها مزبوط ده مش سكر تاني عشان اللي هيقول لان انا قلت سكر اذا اعايز اقول عسل يعني السويت بتاعها مزبوط بعد ما اتأكدت ان انا اتدوبته هنزل بالعسل شايفين عسل ابيض جميل سوداني مع عسل ابيض مع حليب طاقة طاقة لو انت بردان او شربت المشروب ده بقى خلاص كده خلاص كاينك شغلت هيت جنبك حقيقه الجوة عندنا برد جدا والله ايه ده ده نعجنن والهيت كله مفتوح هاخده على البتوكاز انتو عارفيني طبعا انتو من نسبالي مش متابعيني انتو اهل وقصرتي التانية فلذلك يعني بتكلم معاكم في بعض حاجات يعني اللي بتحصلي في حياتي اليومية مش الحاجات الخاصة عشان ما هادش يقولي انت بتتكلمي في خصوصيتك خدت وديته على البتوكاز وهقل فيه حوالي خمس دقايق الخمس دقايق دول عشان الكريمة بتاعت السوداني مع الحليب كله يمتزك ببعضه ويدي في النهاية طعم حلو قوي الخطوة دي مهمة مش انك كانك بتسلقي بيت لأ انت بتساوي دلوقتي الكريمة بتاعت السوداني مع الحليب بوصل لونها ابتدى يغد لوني زي بعد ما استاوت تقلت شوية وبتدى يغد لون هنا بقى هبتدي اوزعه في الاكواب انا رحت جبت الاكواب دي مخصوص ما كانتش عندي لهو الحجم ده ولا الشكل ده بس انا رحت جبته عشان اواريكو قد ايه شكله في النهاية جميل عايز اواريكو شكله مع الطبقات ياريتني كنت اقدر اخليكو تشموا الريحة حقيقي حتى التصوير زلمه مش جاي زي ما كان بالزبط حقيقي وصفه تبارك الله حيلا لا هتقولي صح لا بقى ولا اي حاجة بعد كده ولا ككاو ولا المشروبات التانية انت بعد ما تميلي تستي على المشروب ده بالطريقة دي السهلة البسيطة هيبقى المشروب بتاعك بتاع الشيته كله يوميا هتاشا ايه هقسموا انا موزعه عاملها بالزبط على قد اربع اكواب عشان تبعارفين المادير كل كوب من الحليب بياخد لو هتستخدمي الماء الهاية اللي الزبدة هتستخدمي معلقة واحدة لو هتستخدمي البودر هتستخدمي معلقتين بودر بعد ما استخدمت خدت خلاص اتنين من اللي هو الاول مرة الجزء التاني عايز اقول دفت عليه لشاكلت شبسي هنا وهدويبه قبل ما اروح البودر جاز عشان ما يتلساش مني ويبقى طعم وحش لازم اتأكد ان انا دويبت لشاكلت شبسي بجوه الحليب وانسلت عليه ببسيط جدا من الفانيليا هسيب المادير هو صندوق الوصف هي مفهاش مادير مفهاش شغل انا وردتكو طريقة سهلة وبسيطة خالص وهدويبها حوالي دقيقة ونص او دقيقتين بكتير على نار متوسطة واتأكد ما سبهاش تغلي مجرد ان انا ادويب الشوكولاتة قبل ما تروح وابتدي اقل فيها كده من دقيقة ونص لدقيقتين وبعد كده اروح استخدمها طريقة بسيطة جدا بس في النهاية انكها قوية حقيقة قوية جدا 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 وكمان بمكونات موجودة جوه البيت يعني اشياء بسيطة جدا تعملي حاجات كأنك قعدة برا في مكان كلاس خالص وغالي جدا كمان تقدر تستبدلش لتشاكلة شبس بالكاكاو الخام او المحلة بس خلي بالك انك كده مش هتضيفي عاصل عشان لو هو سويت بصوا اللون بتاعه عمل ازاي هبتدي بقى وزعه في الاكواب بتاحته بصوا القوام بتاعه وانت بتصوبيه يعني مش بس يعني انت بتدلقي شوكولاتة على لبن لا انت بتشتغلي انت بتعملي طعم جديد وكمان يعني قوام مزبوط انصحكوا تشربوه على قد ما تقدروا بدال السحلة والحاجات التانية يعني اللي بيحب المشروبات من النوع ده حقيقة تبارك الله هنا هستخدم في المشروب الاول هحط عليه كريمة اللي ضفنا عليها السوداني هحط الكريمة اللي ضفت عليها السوداني في المشروب الاول والمشروب التانية هحط الكريمة السادة تقدري تحطي حاجات كتير انت بتحبيها المتاح عندك استخدميه هوزع بسيط انا ما عملتش كتير حملت كمية بسيطة على قدي بالظبط عشان دايما اعمل فراش تقدري تعملي الكريمة وتحفظيها فعالما مقفولة وتحطيها في التلاجة وكل ما تحب تستخدمي منها باي معلقة ناشفة او معلقة خشب استخدمي منها وقفلي عليها التانية هتفضل اصبوع كامل فراش وجميلة بصوا شكلها هاي الطعم حكاية مردتش اجيبي لهوا الويب كريم الجاهز من برا هيبقى سويت انا حبيده عشان ما يبقاش فيه اي سكر هنزل على من فوق باي حاجة بحبه عايزة تديه في السوداني ويبقى منه في السوداني براحتك عايزة تديه في اي ناطس انتي بتحبيه براحتك عايزة هنا انا حطيت ناطسي من فوق في اول اتنين بتوع السوداني والتاني اللي دفنا فيه شوكولاتة دفت عليه كوكز اي نوع بسكوت انتي بتحبيه ده اختياري مش اكتر يعني زيادة في الطعم زيادة في الشكل لكن هو بدون حاجة اعملي عليه تسته هدي الجننية لانه تبارك الله سهل بسيط هايل بصوا اعمل بصوا الطبقة عاملة ازاي شايفيني الطبقة الريحة اش بصوا بقولكم الريحة شايفيني الشكل عامل ازاي اي القوام مزبوط جدا كل حاجة فيها مزبوطة عجبني التقديم اوي يعني حقيقة مبسوطة بي اوي 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 وما جيت اشربه انا كنت فاكرة اعمل تستي بس لقيت نفسي يعني الكوبية يعني بحطها عايز ا اغد تاني لما شربت شوية لقيت نفسي باشرب تاني يعني عايز اكمل بقيتها بتكذبني اللي هطعمها هي تبارك الله هي انجويا جماعك معاكم معالي من يورك حبيبة لا اول مرة ازورو كنا واعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك واللي اهم من ده الدعوة الحلوة اللي بستنها منكم هسيب لينك قناتي التانية ولينك الفيز بتاعي صفحتي تابعوني عايز اقول تابعوني على الفيز بوك هسيب اللينك بتاعها جو برضو سندور وصف مع اللينك بتاع القناة دي كانت طريقتنا سهلة بسيطة اي شوكولاتة تجني الولادة هتعشقها 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 حقيقي موسكت بشرة منكم بيتي استنى رايكم في كومنتات انجويا يا جماع موسكت بشرة